السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دقيقة أو دقيقتين والصورة خير معبر عن الحدث دي مكتبة مدينة أبصالة مكتبة عامة سبق وكلمت حضراتكم من داخلها لفت انتباه المشهد الجميل اللي انت شايفينه هذه الصور الدلالية الجميلة على أشياء بعضكم قد يظن من دي مكينة صراف قد يظن من دي اي ده اي هزا الشكل الجميل ده صندوق القمامة يا جماعة مش صندوق القمامة اللي عندنا في مجتمعاتنا اللي زبالة فوقيه وحواليه وجنبه اللي ما يعرفوش من اسمه يعرفو من منظره وشكله هنا ما تقدرش تميز ده ايه إنما هو في النهاية هو صندوق القمامة اللي واضح أمام حضرتكم كيف نربي أو يربي الوالدين في التربية الوالدية أبنائهم على الزوق الجمالي ازاي البيئة زي ما قلنا شفنا الشارع ده وسجلنا وغيره من الشوارع ازاي يبقى الزوق العام لدى الناس وده سمت ما نملكه في حضراتنا الإسلامية أنك تبقى جميل ومنظم ونظيف من الزبالة فهذا ما نريده في واقعنا اللي احنا شايفينه ده هو صندوق القمامة تفتح كده ويحط الحاجة للسلة اللي معاه ويلقيها مباشرة ده يعني منظم حاجات للمواد الصلبة حاجات للمواد السائلة حاجات لكده اهو بيدوس بقدمي حتى ما بمسكش بأدية ايوا اهو وحاجة جميلة نظيف ورائع وما في اي مشكلة اهو خلاص قفلنا وانتهت هيضرنا ايه في مجتمعاتنا اللي بتصرف الملايين والمليارات في الامور التفهى اللي ليس لها اي قيمة ان يبقى ده واقع المجتمع ويتم تدوير هذه المواد الحاجات العضوية المخلفات الصلبة المخلفات الزجاجية وتبقى بيئة جميلة ومصانع جميلة تدير هذا الامور عارفين الحاجات المواد العضوية هنا بيودوها فين؟ بيودوها في اماكن يعد تدويرها وبتتسخن وبتستخدم بيها المية السخنة اللي الناس بتستحمى وبتدفى بيها هذا هو النموذج المهم اللي موجود امام حضراتكم الآن طبعا الاشياء دي كلها حتى كأنها بالطاقة الشمسية كأنها حاجات بيتم استخدامها للتدفئة يعني المقصود في كلامي باختصار شديد جدا الناس دي وصلت الى ما وصلت اليه بانها بتوظف ما لديها من انكانات البيئة بشكل يحترم ادمية الناس وبالتالي المكان مضيق زي ما احنا شايفين لا حد رامي كي الزبالة في الارض زي عندنا في بلادنا لأسف الشديد ثقافة نظافة البيئة لدى العوام ولدى الناس غير موجودة ثقافة نظافة البيئة والاهتمام بها غير موجودة بالمطلق وبالتالي نحتاج الى تفعيلها باصلاح النفس قبل ان نتشدق بأي كلام من هنا من سنتر ابصالة لكم مني التحية والتقدير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر